بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبايا اليوم معنا كمعم فيديو من الفيديوهات الخفيفة اللي ما بتحتاج منها شغلة كتير بس فكرتها كتير طريفة وظريفة ممكن كل الامهات اللي بيعرفوا يشتغلوا دلوقتي كروشيهات ممكن يعملوها لأطفالهم لكل واحد منهم لأسويرة العقيبة دي شوفا اتهاي الأسويرة لانه نحنا نحفظ فيها الطفل بيرو على المدرسة بيلعب أحيانا بيلعب ألعاب عمف كتير مثلا درس الرياضة الولاد بيلعبوا مع بعضهم بيشدوا الحاجة عفوا فهي الحافظة كتير مهمة للنقود ممكن نحط فيها الفكة ممكن نحط فيها النقود الوريقية وممكن نحط فيها كمان مفتاح البيت ممكن نحط فيها رقم التليفون للاتصال مثلا في حال أي طاري الآن شوفو الجاية بدي بتاعتها ممكن نحط فيها الفلوس اهو يعني ممكن حاجة نحط فيها فلوسنا صغلونا وحلوة نحط فيها مفتاح البيت طبعا لما بتعملوها بغير زيت الحشو المقفولة الشديدة دي بتقدروا تحطوا فيها كل حاجة بما فيها الفكة وانتوا آمنين انه فيش حاجة ان شاء الله حتوقعوا نحن عاملينو دلوقتي بصورة متينة من غير خياطة حتشوفو شو هي الطريقة اللي اشتغلنا فيها لحتى تكون الحافظة دي آمنة تماما زر هنا كمان عنا هنا ممكن نفتحها اهو عاملينها كمان بزراير هي مبدأة تماما مثل مبدأ الساعة صبايا اهي شكلها بنعمل دائما الاطار حسب محيط اليد ليش انا هون ما عاملت قطعة واحدة صبايا بامكانكم كنتوا تعملوه انه بدون زراير لانه على القلع واللبس بتعرفوا انتو لك رشي بالنوع اللي بيرخي او بيمط فما بتعود امينة يعني طالما اقدر الواحد ينزع ويردي رجع ويردي رجع معناها من السهل انه كمان تطلع من ايده انا لقيت انه الافضل انه ما يبقى الحزام تبعها قطعة واحدة وانما يكون قطعتين ويكون بزراير مش بكوبس تابعوا الفيديو للاخر ليه بزراير مش بكوبس صبايا والحتة الحلوة دي ان شاء الله هنشتغلها مع بعض بالتفصيل ونحكي على كل التكات بتاعتها بس قبل ما نبتدي تذكركم اللي عم تشوف قناتي لأول مرة تنورني وتشرفني بالاشتراك بالقناة ولا تنسوا تفعيل الجرس واللايك والتعليق على الفيديو وعلى بركة الله نبتدي يلا بهنا حنشوف نشتغل ازاي وشغلته بسيطة وفيه له اكتر من شكل صبايا انا رح اعطيكم اشكال بسيطة تقدروا تنفذوها حتى المبتدئة ما تتعقد بطريقة التنفيذ اللي بيلزمناه خيط يكون متوسط السماكة انا بدي استخدم الاس كريم اللي انتو بتعرفوا انه دائما بعملكم العينات فيه لانه خيط مريحة كتير من حيث السماكة الابرة طبعا الكروشي انا بلاقي انه دائما الابرة دي انتو شاهتوه بقى صارت متل الرقم القومي بالنسبة لي الابرة هي رقم اربعة اللي هي الستانلس والليها طرفين دائما بقلكم ان هي بتعادل ثلاثة ونصف الومنيوم مقص بيلزمنا المرة دي بقى ايه شوية زراير شوفوا بقى انتو شو عندكم تشكيل الزراير بقى حسب اللون انا ده المتوفر عندي دلوقتي وان شاء الله ندبر نفسنا بيه البداية لازم ناخد مقاس قدين احنا عايزين عرض الاسويرة دي صبايا بتختلف من حد لحد ومن بنت لصبي لطفل صغير يعني المقاس الحزام اليد صبايا او الاسويرة اللي حكينا عنها نحنا بنتحكم فيه حسب بقى قديش بدنا عرض الاسويرة دي الصبي اللي بنا نشتغله ولا بنت كبير ولا صغير طفل فانتو تحكموا بعرض الاسويرة من هنا لهنا بالطريقة اللي بتكون ياها انا بدي ابتدي بسلسلة تكون تقريبا بها عرض خمس سنتيمتر نشوف تطلع كم سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تاشر خمستاشر انا بلاقي المسافة دي حلوة رح نرتفع سلسلة ونبتدي بغرزة حشو في كل سلسلة الحشو نرجع منذكر المبتدئات اللي عبيتوا البدروس للمبتدئات السلسلة دي هي اساس شغل الكروشيهات صبايا اول نوع من انواع الغرزات يلي هي الحشو او يسموها الغرزة السقطة يلي هي ما منلف فيها خيط على الابرة ندخل داخل السلسلة منلف الخيط ومنسحبه بالابرة ومنطلع بصير عنا حلقتين على الابرة منلف الخيط ومنطلع من الحلقتين مع بعض تاني غرزة الحشو ندخل بالسلسلة منلف الخيط نسحبه بصير عنا حلقتين على الابرة منلف ومنطلع من الحلقتين دي اسمها غرزة حشو نحن نساوي حشو في كل سلسلة طب ليش انا اخترت غرزة الحشو؟ لان عايزة الحزام يكون حزام مقفول يعني دا ينفع للبنات والصبيان لو نحنا هنعمله البنوتا ممكن جدا نتفنن بالغرزات بس دائما الصبي يعني يفضل الغرزة المقفولة نحن كده انهينا السطر الاول نحن نرتفع سلسلة نقلب الشغل باول سلسلة او باول فراغ منشتغل حشو كمان رح نكرر غرزة حشو في كل غرزة لان اضفت فراغ نحن نرى او باول فراغ او باول فراغ او باول فراغ المرحلة دي كتير بسيطة سبايا كل اللي علينكم انكم تضلوا تشتغلوا سطور رايح جاي لغاية ما نوصل تقريبا لتلت مسافة لسويرة يعني انا بحط الخط هنا على اليد وبشتغل بصوا علي لغاية ما نوصل تقريبا الهنا التلت الوسط ده هنعمل فيه المحفظة بعد كده هنكمل التلت التالت بطرف اخر بغرزة الحشو واضحة سبايا يعني شوفوا انتو محيط اليد هتعملولو كم يعني كم سنتي تلت العدد عملوه غرزة حشو رايح جاي انا رحكمل وارجع سبايا انا كده اشتغلت قطعة فيها اتناشر سطر اه غرزة حشو يعني ما مقداره بالمقاس عندي خمسة سنتيمتر اهو ليه لانه شوف نحنا هناخد مقاسي انا عايزاها من هنا بس سورة بس الصبايا انا دي رح تكون هون جزء من الحزام لسه هنا هيتركب عليها الزراير القسم الثاني هيجي عليه العراوي لفيتك ايدي كده فالمسافة اللي هنا على سطح الايد من هنا الهنا دي هتكون محفظة لزالك دلوقتي هنخش في حاجة تانية نخلص المحفظة ونرجع نشتغل قطعة تانية زي دي بس نفتح لها العراوي خلكوا معاي بقى صبايا ازاي رح نعمل المحفظة دي مباشرة حتى ما تضطروا فيها للخياطة مرة ثانية بسوا اخر غرزة حشو حطوا فيها حشو كمان كده بقى اتنين واضحة اخر واحدة حطوا فيها اتنين اللي بوش شغل الان بسوا صبايا اللي نحنا حطينا فيها اتنين دي اول فتحة اول فتحة ادخلوا فيها تاني واطلعوا ما بين الغرزتين من هنا ما عملناش سلسلة ارتفاع صبايا اسحبوا الخيط واطلعوا منه من نفس الفتحة وعملوها غرزة هرح يعني رح نشرح ليه كمان ادخلوا بالفراغ اللي جنبه بنفس مكان غرزة الحشو واطلعوا بالفراغ اللي ما بين الحشوين يعني دلوقتي بنسكن عنصر تاني بنسكن اتنين حشو بنفس المكان لفو واطلعوا واشتغلوها حشو انا كده بعمل دبل بعمل بنفس المكان حشوين حشو كان في السطر الاول وحشو دلوقتي كمان الفراغ اللي بعده ادخلوا فيه واطلعوا هنا في الفراغ بين الحشوين لفو الخيط واطلعوا وانهوا الغرزة نعيد تاني الفراغ ده ده كأني عم بشتغل حشو ادخلوا فيه اطلعوا بين الحشوين لفو خيطكم واطلعوا وكملوا الحشو تاني الفراغ اللي بعده واطلعوا في الفراغ اسحبوا خيطكم وغرزة حشو كمان دخلوا بالفراغ واطلعوا بين الحشوين وكملوا حشو رح نكرر لاخر السطر دلوقتي هتعرفوا ليه كمان كتير السطر ده سهل سبايا اهو طلعوا كمان الفراغ ع الفراغ اللي فوقو لفو خيطكم واطلعوا وكملوا الحشو برضو واطلعوا فوقو وكملوا الحشو اهو اهو كمان ما قبل الاخيرة حشو الاخيرة شو عملنا فيها عملنا حشو اثنين ثلاثة يعني عملنا حشو هنا لحظة سبايا ما عليش بنا ندخل بس هذا بنا نتعزف فيه لانه بدي انا بدل ابرتي ودخل بابري رفيعة اسهلي اهو سبايا اخر واحدة دخلنا واحد هيك صاروا اثنين وكمان اثنين اثنين ولفو وقفلوا بمنزلقة بالحشو ده من الطرف ده اهو وضحيت بنسبة لكم يب الان رح نرتفع سلسلة ونشتغل حشو بكل حشو بس جيبوا علامة وافتكروا بداية السطر حاتوا علامة سبايا وحطوه عند سلسلة اللي ارتفعنا فيها نرجع الان لابريدنا رح نشتغل حشو الان بكل حشو لشو عملنا هالخطوة دلوقتي هيبن علينا دلوقتي بدنا نشتغل دوران كما لو كنا عملنا قاعدة لكلوك او قاعدة شنطة بصوا والحشو اللي دخلناه هنا اهو هشتغل على الحرف بدي يغير كمان عبرتي بس عند الحرف ادخل شوي بابري رفيع بتساعدني اكتر لبين نسما نرتفع جيبوا الغرزة دي اللي بالزاوي اللي دخلناها ولفينا بيها اهي بعينة كمان نشتغلوها اللبو عالطرف التاني وصار موعد الغرزة دي كمان يلا نشتغل حشو نرجع لابريدنا الطبيعية ونكمل لحظه انه انا درت دلوقتي لفيت لفها يارب يكون التصوير واضح عليكم سبايا اخر السطر بس حيبان علينا احنا عملنا ايه وعملنا ليه كده قربنا نوصل للماركر كمان بقلب انا قبرتي لذلك انا بحب كتير الشغل بالابري امه طرفين بتساعدني بالاماكن الضيقة انه انا استخدام الرأس الرفيع السبايا عندنا هنا غرزة اهو تشيل العلامة نقفل بمنزلقة ونرتفع سلسلة قبل ما نكامل بقى حال لكم عملنا ايه بصوا السبايا احنا عملنا ايه دلوقتي احنا بنطلع بالمحفزة حتى ما نضطر نشتغل محفزة نطلع بسطور طويلة يعني المحفزة الكلاسيك يعني اذا الواحد بدي يشتغل بصوا بدي يشتغل ضعف طول المحفزة ويرجع بعدين يقلبها ويقفل من الجوانب يعني عندنا جانب مقفول وجانبين مفتوحين فبدل ما احنا نعمل العملية دي انا بختصر علي كل خياطة وبنطلع مباشرة بجيب مقفول زي ما احنا طلعين في الشنط بالزل سهلت علينا المسائل كده والايه سهلت علينا اذا دلوقتي هنشتغل دوران لغاية ما نوصل لارتفاع المحفزة المطلوب طب نعرف ارتفاعه منين رح نحط كده على ايدنا وارتفاع المحفزة رح يكون بعرض الوش وش اليد من هنا من هنا لهنا رح يكون وهذا بيختلف صبايا من ايد لأيد يعني ايد الشاب اكيد غير ايد البنوتة الصغيرة بتعملوا من هون وشوفوا قديش المقاس وتشتغلوا اذا الان شوفوا صارت عنا بشكل دائري انا حبيت اختصر عليكم الشغل حتى ما احتشتغلوه مرتين بس صبايا دلوقتي ما نرجع نحط مركر باول الشغل حتى ما ننسى اول السطر ارتفعنا بسلسلة واشتغلنا حشو وراح نكمل دوران اهو وعد حسارت صبايا اشتغلوا بقى كده دوران لغاية ما توصلوا لالارتفاع المناسب انا ما بدي اخد عليكم وقت الفيديو رح اشتغل الدوران ده ووصل الارتفاع البديه ونرجع نكمل مع بعض بس صبايا انا ارتفعت دوران زي ما قلنا لغاية ما بقى عندي اهو شوفوا المحفظة دي او الجيب ده اللي نحن هنحط فيه الفلوس المفتاح طبعا حاجات ضروري يعني بس نوصل انا تقريبا هون ارتفع يعني وصل عندي ارتفاعه حوالي 6 سنتيمتر لما حطيناه كده على ايدنا يعني اخد معانا المساحة دي يلي بتغطي من هون وشي اليد الان شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل الغطاء بدنا نرجع نحنا الدوران اني نحنا عملناه وعملناه دبل بدنا نرجع نفصل ناخد بس طرف واحد ونعمل مرد يعني نعمل غطى مشان يجي هنا الان المرد بتحبوا تعملوا مستطيل يعني بقدر يعني نفس المستطيل اللي اخدناه ترجعوا لارقامكم الاصلية بامكانكم بامكاننا نعملوا تناقص وانا اللي بدي اعملوا دلوقتي تناقص يعني انا ما بدي يغطي لي كل المساحة دي انتو لو عاوزينو خلوا يعني قديش بدينا انا هون امتديت 15 غرزة بترجعوا هون لاصل ال 15 غرزة سبايا وبتفضلوا رايحين جايين هيك لحتى يصير عندكم الارتفاع المناسب وبنجيبوا لهون وبنعمل العرو العرو راح نعملها دلوقتي مع بعض كمان مشان تعرفوا ونحط الزرار اذا انا بدي ابدأ افصل مشان بدي اتخلص ما بقى كمل الحتة الداخلية دي بالنسبة الي صار معاسا كويس معناها الان بدي اشتغل فقط على الغطاء بصوا با سبايا دلوقتي بدي ارتفع سلسلة وما بقى بدي ارجع برجوع لا ما نروح بقى للغرزة ونبتدي بقى نرجع برجوع اهو اتنين بس بدي اخد الطرف الرفيق اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اماني تسعة عشرة حداشر ناشر تلاتاشر اربعتاشر اربعتاشر وخمستاشر لانه انا ابتديت بخمستاشر غرزة كده خلاص ما عد بدي دور دي معناها بدي ارتفع سلسلة الان بدي اعمل تناقص الغرزة دي اول غرزة والتانية باخدهم مع بعض وبغرزة واحدة طيب انا مش عايز اشتغل الاجراء ده اعمل ايه لحظة بنرجع لو بتسهلوا على نفسكم اهو بنرتفع سلسلة سلسلة ومنتخطى اول غرزة حشو بنشتغل في التانية يده يده اثنين اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة همانة تسعة عشرة حدثة تداشر 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 شوفوا بقى الثلتاشر لان احنا بدو نقص معانا واحدة هنا مع احدا من هنا الاخيرة حاخد الاثنين مع بعض ليش ما بدي اخد وارجع واحدة لان انا مش عايز الفراغ ده من هنا سبايا كده بنكون عملنا تناقص من الطرفين كمان ارتفع سلسلة بنقلب الشوكل هنتخطى اول سلسلة اول مكان اهو مش هنشتغل فيه نشغل بالتانية معناها السطر ده رازم يكون فيه 11 غرزة لان عابين قص معي واحدة من الطرف ده واحدة من الطرف ده هنا اشتغلنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة والحضاشر رح ناخد الغرزة دي واللي وراها ونعملهم تناقص كده فضل عندي 11 غرزة كمان سلسلة ندير الشغل نترك اول غرزة دي تعتبر تناقص واللي بعد لازم يبقى عندي دلوقتي تسعة واحد اثنين اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وباخد الاتنين دول مع بعض كده بقى تسعة كمان سلسلة نقلب الشغل ونترك اول غرزة وبالتانية لازم من الوقتي يبقى عندي سبعة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة والغرزتين الاخيرات مع بعض اهو ونطلع من النوع كده بقى عندي سبعة سلسلة نقلب الشغل كمان رح نترك اول غرزة في التانية واحد اثنين تلاتة اربعة لازم يبقى عندي خمس غرزات اذا الغرزتين دول رح ااخد هون مع بعض شوفوا كيف شكل التناقص صار واضح صبايا اهو كمان سلسلة ونرتفع ونتفقد الغطة صار وين الغطة بتاع الزراق اهو بصوا صبايا دلوقتي انا لو انتو عايزين دا تكملوا ليوصل لغاية النص انتو احرار انا دلوقتي بدي اسحب هنا من غير تناقص الحتة دي عشان احط الزرار هنا اذا ما وصلت عندي خمسة بدي اوقف التناقص برد بقلكون اشتغلوا الغطة دا بيزوكن انتو دلوقتي ما بق بدي اعمل تناقص لا بدي ارتفع بنفس المكان واعمل خمس غرزات حشو اربعة خمسة كمان سلسلة وندير واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كمان قبل ما اكمل رح شوف المقاس لوين وصل اهو صبايا بص انا عايزين تقريبا يوصل لنص المسافة برجع وبكرر مرة ثاني لو انتو حبيت تعملي قفله يبقى يوصل لغاية الوسط ما تعمليش تناقص طلعي فيه مستطيل كامل وتعالي الهين وعملي زرارين انا بس عم بعطيكم افكار كمان اعمل سطر كمان وبعدين نعمل عروة الزر واحد اتنين انا بس عم حاول اختصر عدد غرزات الشغل لحتى ما يطول عليكم الفيديو اهو كمان نتفقد ثاني هنجيب الغطا كده لغاية هنا انا دلوقتي بدي اعمل السطر القادم بدي اعمل عروة الزر يلا مقاس الزر بقى شوفوا انتو هو قد ايه هعمل غرزة واحدة وغرزة حشو واحدة سلسلتين وحتى خطة واحد اتنين واكمل واكمل الحشو طبعا ده بيتعلق سبايا بيقديش عندكم حجم الزر والله انا كده بدي اغير شوي معليش مشان حجم الزر اهو رحط بس غرزة واحدة اذا عندي هون سلسلة لانه حجم الزر عندي اياه ماشي حال اوكي سلسلة كمان نقلي خلاص منذ نرجع النملة السلسلة باللي احنا حزفنا عنا واحد اهو ونحنا تخطينا ثلاثة حشو معناها بدي اشتغل ثلاثة حشو واحد اثنين ثلاثة وحشو باخر حشو عشان نعمل حرب للزر كمان ومنرتفع قبل ما نقطع خيطنا منشوف نحنا وصلنا لغاية فين وعملنا ايه بصوا اهو اشي الجيب ده عشان نحط فيه الفلوس دول مفتاح اللسان ده عشان نركب هنا الزرار حلو كده لو حابين الموديل ده برجع بقلكم اوكي مش حابين الموديل ده اللي انا عملته اعملوا غطا باللي انتوا عايزينه انا حركب هنا الزرار وارجع لكم اكمل الطرف الثاني بصوا صبايا انا ركبت الزرار ده طبعا كان عندي اكتر من خيار اهو يعني ده وكان مش ضروري نستخدم نفس اللون ابدا بامكانه هي هو يكون بالاساس حلية بعدين انا لقيت الزر ده اللي عليه كده هنا استراسة حلو مناسب عملته دلوقتي يلا صبايا بنا نرجع بقى مرة تانية نرجع للسطر الواحد بتاع الحشو لقى بده نعمل الحزام زي الساعة من الطرف الثاني علشان كمان نركب عليه زرح هيبقى معانا ده طرف ده هيبقى الطرف الثاني هنعمل ايه يلا بينا بصوا بقى هنرجع على سطر الحشو هنا ونرجع نركب عليه حشوين متل ما اشتغلنا وقتل عملنا الجيب اهو يعني هدخل في الطرف واطلع من الطرف الثاني اسحب الحلقة دي طبعا بعدين هننظف الخيط وندخل الخيط ده لداخل الجيب ده ونسحب الغرزة دي اهو ونعمل سلسلة ونبتدي نشتغل ده بالنسبة لنا يعتبر اول حشو يعني في نفس المكان اهو هنعمل حشو واحد انا ابتديت بخمستاشر لازم رجعون خمستاشر واحد هندخل هنا بصوا ونطلع بنفس الغرزة من الخلف اين ثلاثة بصوا اهو الغرزة اللي وراها اهو بمكان الغرزات تماما بس عدوا خمسة اهو كمان ستة سبعة تمانية سهل كتير ارجاع الغرزات ثمانية تسعة عشرة عشرة حداشر عفوا راحة العشرة ما ننرجعها بسم الله نرجع نعد العشرة حداشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر اربعتاشر نعمل ازود شوي لانا نعمل العروات الان اهو حنرجع لسطور الحشو حشو في كل غرزة حشو رايح جاي عادي رجعنا لسطر المفرد يعني مع الدبل اللي باعه بس قبل ما انسى سبايا لانا السطر دا سهلة قوي لما بتجوا تعملوا الدوران بتاع المحفظة ديروا بالكم انكم كل فترة تعدوا عدد غرزات الدوران احيانا الواحد ممكن يجي مكان القفل يروح عامل غرزة يعني انا مثلا كانت خمستاشر وخمستاشر خلف بقوا تلاتين وانا عملت غرزة حشو زيادة من هنا عشان لفينا بيها وغرزة حشو زيادة من هنا نلف بيها كان العدد عندي ثنين وثلاتين فاذا انا كل سطر كان لازم يكون عندي ثنين وثلاتين غرزة حشو بس حبيت بلوكم انه ممكن جدا الواحد يلاقي نفسه عنده اما زيادة او نقصة نرجع نكمل كمان هون نعد غرزاتنا دائما باول سطر وتاني سطر لبينما نتأكد انه ضبطت معانا عدد غرزاتنا اهو خلاص كمان هرتفع سلسلة واشتغل عادي رايح جاي ان شاء الله بفيديوهات قادمة ممكن اعملكون شكل اخر للي ما بحب يعمل اللي تجيب بالطريقة في طريقة ابسط كمان انه نعمل فيها انه بقى نشتغلها ونرجع نخيط يلي بيحب الطريقة دي ان شاء الله بنعمل لون فيديو اذا لقيتوا انه الطريقة دي معقدة عليكم بس انا بلاقيها اسهل الواحد بيخلص ولا بيخيط ولا حاجة على ما يخلص الشغل بيلاقي الشغل خلاص معا انا هكمل هنا عدة السطور اللي انا عايزها وارجع لكم سبايا انا اشتغلت دلوقتي للطول المطلوب الان بدنا نعمل عراوي الزرار هتفع سلسلة ونعد كده اشتغل واحد اثنين ثلاثة وبعد رح اشتغل سلسلتين ده حسب حجم الزر لو انتوا عايزينوا اكبر كبروا صبايا ورح اتخطى واحد اثنين وبالتالتة اشتغل حشو كمان الان منا نكمل حبيتوا تعملوا ثلاث زراير لو كان العرض عندكم كبير اعملوا الان انا هون عملت واحد اثنين ثلاثة فمعناها بدي راعي انه بالاخر بقى عندي واحد اثنين ثلاثة وقبلو تنتين تخطي ازا باقي عندي دلوقتي سلسلة حشو ازلنا كده واحد اثنين وحتخطى واحد اثنين وعندي ثلاثة حشو واحد اثنين اثنين ثلاثة كده انا اسست عروتين صبايا هاي واحدة وهي تنتين بردب اليكن حجم العروة انتو اللي بتحددو الان سلسلة ومندير الشغل نرجع بنعمل طبعا سترين تثبيت يعني مشان العروة عنا ثلاثة اشتغلناهم الفراغ ما ننرجع في غرزتين الحشو اللي نحنا تخطيناهم اهو ونرجع ثاني حشو بكل حشو كمان ندخل كمان داخل العروة لو نحنا عاملنا ثلاث غرزات فبنعمل فيها ثلاثة حشو ومنكمل الحشو بتاعنا ثلاثة حشو كمان بدي اعمل ستر تاني اضافي يبقى العروة تكون متسبتة معانا تماما ثلاثة حشو كمان ستر ده ارجع لكم صبايا خلص صبايا انا كده بصوا جاهز عندي الحرف والجيب ومكان العراوي الان كيف ننركب مشان الصبايا المبتدئات لما بيعرفوا كيف بدون يركبوا الزرار انتو بتجيبوا الحرف على الحرف هنا بتشوفوا قدي المسافة بكون تدخلوا فيها تحطوا كده هاتي الابرة ابرتك وخيطك طبعا ومن الخلف تطلعي شوفي تطلعي بالابرة من قلب العروة اهي وبعد كده ابعدي العروة معناها ده مكان الزر الاول منحبك شوي بالابرة بعدين منجيب الزر طبعا هلا لازم انتو تغيروا مثلا الزر اللي حطيتوه هنا انتو براحتكن ممكن نفس طقم الزراير ممكن تعملوا زراير مختلفة انا دائما بشتغل الكون احيانا بالمتوافر صبايا نركب الزر نطلع من الحرف الثاني لو كان الزر من النوعية دي بصوا وندخل في الحلقة بتاعت الزر اهي كده نرجع تاني كده لتحت ومنطلع مرة تانية لفوق انا اعمال لكم هون هلا درس خياطات مرة شفنا خياطة هيك بتعمل على فكرة كانوا قوة بالمدارس يعلمونا الكبس والزر والزر والكبس الرباعي نعمل عدة مرات صبايا بعدين نشوفوا مسكوا كده اللي شغلت الى راس مسكوا الخطة وبرموه حوالين الرقبة دي ده بيخلي الزر يثبت معكم ترجعوا مرة تانية بتاخدوا الابرة للخلف اهو ولي هيفكوا معاكم اعملوا كذا عقدة هنا واحد اثنين اطلعوا من قلبها عشان تبقى ايه عقدة سبتة كمان واحدة تانية ومنطلع من قلب اللفة دي ومنقص الخيط الزائد تمام هيتعلمنا هلا تركيب الزر يعني انا ركبت الزر وهلا بدي ركب الثاني بس ركبت واحد معاكم بس ما بدي اخد وقتكن طبعا بالزر الثاني بسم الله بسوا ولي في احلى من كده بصاهم رحركب ابقاني الزر الثاني متل ما علمتكن بسكوا كده صبايا دخلوا قبرتكن من الخلف وطالعوه من قلب العروة حتى ما تخطوا بمكان الزر اهو بعدين ابعدوها كده واشتغلوا على اساسها اهو سباهي الزراير اهي بابسط طريقة ركبنا الزراير والزرار الحلو هنا لاحظوها تكمان يعني السوار ده او الحافظة دي خرج بالنوتات لانه عليها استراسة هلق بنا نحكي بس كلمتين مشان انه انا واحد يقول لحاله طب انا ما بدي زراير انا اخدها عندي محل اه بتاع نوفوتي يعني بتاع اه معدات خياطة ويعملي لها كوبس انا ما بنصحكم بالكوب السبايا لانه الولاد هي اساسا احنا عاملينا مشان اطفالنا بالمدارس اللي ممكن تتشدده ويبقى صايت يعني كده ما عملناش حاجة ونحنا عاملين حاجة الطفل يحفظ بداخله مثلا هنا هنحط له بقى فلوسه مفتاح البيت مثلا يفضل كمان نحط رقم تليفون البيت يعني لحد من الكبار او حتى لو كان الواحد كبير نحط رقم تليفونه هنا بعض الشر لأي طارق الواحد بتكون فيه معلومات مثلا اسم بابا اسم حدي من عيلته الواحد دائما انا والله يعني انا ما بخفيكم سر لانه لما بمشي بالطريق احيانا اذا كان ما معايا يعني ماشي الواحدي او ما معايا حدا من اسرتي ايا كانت الزرف مثلا طالعا فدائما بحط جيبة الخارجية تبع تشنتتي الاسم والعنوان مش الكامل يعني العنوان انه في حال حدوث اي طارق يرجى الاتصال مثلا على رقم كذا الايام كتير صعيرة صعبة مشكلاتها صعيرة كتيرة الواحد ممكن يتعرض لعارض صحي وهو ماشي بالطريق مثلا منكون سهلنا عن الناس البيانات يعني دي كمان ممكن نحط فيها تعلموا انكم لما ابنكم يطلع انه يكون فيه بيانات شخصية على الاقل رقم تليفون اتصال باقرب رقم تليفون للبيت اذا الكبس لانهم بيشدوا بعضهم الولاد من الحاجة دي والكبس ده بيبوز ونحن عملينا للامان اذا انا ما بنسح بالكبس لا في الحتة دي صبايا ولا في الحتة دي لا خلوها زرائر وتكون زرائر متينة انا بعتقد انه كان يعني كتير بسيط وسهل عليكم انا اعطيتكم بس الفكرة صبايا انتوا بقالي اذا كانت بنوتة يجيبولا بقالي في دباتيب حلوة في زهور في قلوب تزيين المنطقة دي شغلتكم انتوا يعني اللون الخامة طبعا جيبوا لون خامة ما تكون بتحسس يعني اقرب ما تكون للقطن الاتساع هذا كل ياتوا بيختلف حسب الاشخاص متل ما قلت لكم نحن عم نحكي بافكار وان شاء الله تكون الافكار مفيدة حتى نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى استودعكم الله الى اللقاء